مسائل خير عليكم يا رب وانتو بتتفرجوا على الفيديو ده تكونوا بخير وباحسن حال هنعمل مع بعض الفرنش كوفي او القهوة الفرنسية او المتعرف عليها القهوة بالحليم وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة اللي لسه اول مرة يشوف قناتي هحتاج سكر حوالي معلقة او نص صغيرين واللي حابب يزود او يقلل ده على حساب الرغبة وهحتاج معلقتين صغيرين من البن الفاتح السادة انا استخدمت بنة ارابيكا زي ما هو متوضح عندكم كده في الصورة طعمه جميل ورحته حلوة وهحتاج اخر مكون معانا كوباية من الحليب السائع هجيب الكنكة واحط فيها معلقة ونص سكر واحط معلقتين البن وما نزودش عشان ما تمرارش ونحط عليهم كوباية الحليب ونقلب كويس هحط القهوة على نار هادية وديها تقليبتين ثلاثة كده لان هو ده اللي بيعمل وش القهوة واول ما تبتدي تدخل في اول السواء هقلبها برضو تاني واسبها بقى لحد ما تخلص مش هتاخد اكتر من دقتين على النار ولازم نتابع القهوة على النار علشان هي بتفور بسرعة شايفين الوش عامل ازاي وخلاص هي كده جهزت معي دعالوا بقى نصبها ولما تجربوها ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات علشان بصراحة بفرح جدا لما بتقولوني ان في حاجة عجبتكم من وصفاتي واتمنى تكون الوصفة عجبتكم النهاردة وشكرا للمتابعة كان معاكم قلق مصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته